قال البيت الأبيض إن أمريكيا ثانيا لقي حثه في السودان في ظل العنف بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وخلال تصريحات صحفية قد المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن العنف تراجع بشدة في السودان مضيفا أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط لتسهيل إجلاء عدد صغير من الأمريكيين الراغبين في مغادرة البلاد فد aged 6 6 6 6 3 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12